العاشر من رمضان ذكرى غالية جدا في قلوب كل المصريين المخلصين ذكرى ادر فيها الجند المصري وادرت فيها العقلية العسكرية المصرية انها تحطم اسطورة العدو الذي لا يقر خط برليف اللي طالما قالوا وسخروا وقالوا انه يعني مستحيل ان المصريين يعرفوا يعدوا وبالفعل المصريين ادروا يعدوا الذكرى دي ادر فيها جيشنا العظيم ان هو يعبر في نهار العاشر من رمضان باسلحة لم تكن الاحدث في العالم على الاطلاق عن ذكرى العاشر من رمضان والدروس اللي لازم نعلمها لأولادنا هيكلمنا عنها اللواء طيار دكتور هشام حلبي المستشار باكدامية ناصر العسكرية للدراسات العليا صباح الخير على حضرتك نوارنا صباح الخير على حضرتك وعلى كل المصريين وكل السنة وكل المصريين طيبين وكل العرب لانها كانت معركة برضو يعني اشترك معنا كل اشقاءنا العرب تقريبا صحيح صحيح طيب خلينا نتكلم في الاول عن الوضع حتى يوم 9 رمضان الدنيا كتعاملة ازاي الالة الاعلامية اللي كانت بتحطم معناويات المصريين كتعاملة ازاي استعداداتنا ايضا على الجابها كتعاملة ازاي قبل عشر رمضان ستة اكتوبر كان الوضع ان سينة محتلة بالكامل ودي في نظرية اسمها نظرية الامن الاسرائيلية في هذا الوقت اللي هو احتلال ارض خارج الحدود الاستناد على مواقع موانع طبيعية وموانع صناعية يعمل على خطة نيران وبالتالي اللي يموت اللي يجيه له خارج الحدود وبالتالي تبقى حدوده امنة ويسمها نظرية الحدود الامنة نظرية صح بيعمل عمق استراتيجي كبير هو ما عندوش عمق استراتيجي خالص فسينة عمق كبير جدا طبعا من نسبة لهم ادي اول مانع ده هو قناة السويس وعمع عليه خطة نيران مادة اسمها النبالم المادة دي بتشتعل في اي وسط يعني على المية او على العرض بتشتعل لما بتشتعل بتوصل درجة الحرارة اكتر من 1000 درجة فالمية هتبقى نار بهذا الشكل وده منع يعني واضح وعليه خطة نيران المنع التاني اللي هو الساتر الترابي اتفاعها لي 20 متر 5-6 دور زاوية مل 5-40 درجة اللي هعدي من نار اللي في قش المية دي هيلقى الساتر الترابي وعليه خطة نيران فيه اماكن لدبابات ومدافع بتضرب بالنار اللي بيموت في القناة اللي هموت مرتين تالت خط اللي هو خط بارليف دوشم حصينة فيها فتحات لكل انواع النيران تضربها باي عيرة مجرالاش حاجة فاحنا فيه تلت موانا تتزداد صلابة كمان مش مش يعني عشان كده انا بقول يا حضرات هو فيه تلت خطوط دفاعية مش خط واحد فانات السويس الساتر الترابي عشان احنا دايما مركزين على فكرة خط بارليف طب والنار اللي في المية دي طب والساتر الترابي ده يا فن ارتفاعه حوالي 20 متر يمكن عشان ده كان الترويج العلامي للعدوي يعني كان هو ده المانع اللي هما بيكلموا عنه دايما هم عاملين منعين من البداية اللي هو خط اللي هو قناة السويس والساتر الترابي فيه جنرال اسمه حيين بارليف هو صاحب فكرة الخط الدفاعي التالت ده وعشان كان اسمه خط بارليف اذا هو الجيش المصري في بداية الحرب عمل ثلاث اقتحامات بس مش عبور اللي عبور ده في وقت السلم اقتحام اللي أنا بتضرب عليها نار ثلاث اقتحامات رئيسية لثلاث خطوط دفاعية كل خط عليه خط انتيران متكاملة بامتداد القناة في زمن ست ساعات بسلاح دفاعي قديم ده وصف بداية الحرب مش خط الدفاع ده ثلاث طب الميا اللي هيعدوها دي وفيها نار الدمارة الاسرائي لا ده يعني كل خط كان ليه معالجة وعمليتها معينة اللي حصل ده في بداية الحرب ده كسر نظرية الامن الاسرائيلية ايه دي النقطة دي النقطة اللي وقفت العالم كله بانبهار 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 باسرائيل ان انت لو بتم عامل نظرية والنظرية صح على فكرة نظرية خطوط الدفاعية نظرية صح مش غلط دي قديمة يعني الدولة اللي عاملة خط الدفاع بتقولك انا مؤمنة دولة عاملين ثلاث خطوط دفعين فيهم دم قلبهم بامتداد القناة دول اقتحهم وتم اقتحامهم في ست ساعات بسلاح دفاعي قديم فاتكسرت نظرية الامن عشان كده لما تقوله تعالى عن اعمل مفاوضات جه امضي امضي ارجع ارجع الناس دي مش بالسهولة دي امدا وبالتالي خلي بالحرك ده وصف الحرب وصف الحرب في بدايتها تكسر نظرية الامن الاسرائيلية نظرية حدوط الامنة في زمن قياسي اللي هو ست ساعات بسلاح دفاعي قديم وبهتدرس في الاجنبات العسكرية الاجنبية انها الحالة المثالية لقوات مسلحة امكانياتها قليلة حققت هدفها على قوات مسلحة اعلى منها بكثير في الامكانيات اللي هي اسرائيل يمكن شفنا في الوقت ده من خلال متابعتنا للدراما اللي بتوصف الفترة دي انه كان المخابرات المصرية كانت بتضل العدو عن طريق انه هم اولا يقولوا انه مثلا زباط الجيش مسافرين يعملوا عمر او يحجوا يقولوا ان حضريني تلمست نقطة مهمة نقطة مهمة ليه عرض القناة حوالي 200 متر فانا اي تجهيزات بالنسبة لي كقوات مسلحة مصرية 200 متر ده برؤية العين بشوف التجهيزات دي شكلها ايه والقوات بتاخد اشكال معينة عشان تعبر عشان تقتحم وبالتالي التجهيزات دي قدامهم فبالتالي حيب عنده استعداد عالي جدا فاتعملت خطة خداع من احسن خطة الخداع في العالم حتى الان على مستوى الاستراتيجي للدولة بالكامل على مستوى الوزرات حتى على مستوى القوات المسلحة الخطة المخابراتية دي وعن خطة الاقتحام خطة خداع استراتيجية تضمنت عدد كبير من الخطة اضافة الى اقل مستوى على القناة اللي هو ما يبانش خلص ان فيه اي عمل عسكري دي خطة متكاملة ضخمة عملوا ايه بقى حاجات كتيرة جدا منها اللي حقلتها على مستوى الدولة بالكامل ان فيه زباط هتطلع تعمل عمرة وتعمل حج وكذا ان فيه بعض القادة حيطلعوا يزوروا دول مشكوة شقيقة وصديقة على مستوى الجابهة نفسها فيه بعض الجنود فيه وضع ان هو ممكن بلعبه كورا بقاعدين في شكل مريح جدا ان فيه حرب حتى ان الكلام ده كان بيونشار في الجرائد المحلية اه طبعا طبعا انا بقول لها عشان كده بقول لها حررتك اسمها خطة خداع على مستوى الدولة بالكامل من على المستوى الاستراتيجي وننزل على كل المستويات دي خطمة ضخمة جدا لان كان المشكلة الاساسية ان العدو بيارى القوات رؤية العين صحيح مش عايزنا الدرمة مكبرة ولا عاجل طب هنا اهم خطة قصة المناورات يعني احنا كنا بنعمل مناورات عسكرية كثيرة جدا على الشاطئ الشرقي لخارج السويس وهم كل مرة يقول لك المصريين هيتساعد مصريين هيتساعد الحجد ده ازاي تم بيعمل فيه مناورة بتتم هذه المناورة ممكن تقلب اقتحام صحيح فهو بيروحوا حشدين كل القوات بتاعته الحجد عنده مشكلة لانه هو بيحشد القطاع المدني ما عندهوش قوات بسلاحة ضخمة تقدر تصد اي هجوب فبيجيب بيوقف المصانع والشركات والاعمال المدنية وبالتالي فده بيبقى فيه تكلفة عليه فكل مرة قوات السلاحة بتعمله نورة يروح هو عامل حجد يبقى فيه تكلفة ضخمة يلاقي ما فيش حاجة تاني مرة بنفس الكلام تالت مرة قتل حرب هي كالتالت مرة تالت مرة واتعملت في يوم سبت بالمناسبة يعني هذا اليوم يناظر يوم السبت عشر رمضان عيد الغفران بالزبط كده انه كان ده اجازة بالنسبة لهم اجازات المقدسة النقطة دي مهمة جدا الدرسة كم من الدراسات العسكرية المحترفة قبل الحرب يعني عايز اقول حددك بتدرس والله بتدرس في الاكاديمات العسكرية الاجنبية ان ازاي المصريين بسلاح دي فيها قديم يعملوا ثلاث اقتحامات ويقصى نظرية ام يخش ياخد جزء من الارض الزبا قدرنا نواجه برغم قدم الاسلحة نواجه عدوه عنده اسلحة متطورة جدا كحارك قبل كده كلمتنا عن يمكن الطيار المصري وبرعته في استخدام الطائرة في ذات الوقت اللي كانت لا تضاهي الطائرات اللي مع العدو لكن اسقط طائرات العدو كلمتنا عن بطولات كتيرة جدا الحقيقة كان طبعا الوضع ده العلم لما بيشوفه الوضع ده لك استحالة دول ياخدوا ارضهم تاني وهو كان فعلا تقدرات عسكرية صحيحة يعني كن ان يحصل هذا الكلام كان كلمة السر وده اللي ما نقلها بقت دلوقتي كانوا بيدوروا على حلول غير تقليدية للمشاكل بالغة التعقيد كلمة السر وده نقطة المصريين محترفين فيها في كل حاجة انه دايما بتلاقي بيعمل حل غير تقليدي ده كان المفتاح النصر اننا دايما ما هي يعني حد على سين مثال الساتر الترابي ده ضخم ارتفاع عشرين متر زوية من الخبس عمين ده رملة نعمة جدا في العلم العسكري والخبراء الأجانب قالوا انت عايزين كنبلة نوية تاكتيكية عشان تتضرب تعمل فتحة هتعمل عدة فتحات بقى حوالي تسعتاشر فتحة عشان تقدر تعدي لو عديت الفوش الماء يعني هتلاقي الساتر الترابي عدنا بخرطوم مية ده ده مدخات مية وكانت فكرة زابط صغير في هذا الوقت الله يرحمه السيد اللي هو أركان حرب باقي زاكي يوسف مدخات مية ذات طبيعة خاصة اتحسبت الحزبة بتاعة الفتحة قد ايه كان مدخة شكلها ايه وصفاتها ايه وتتعمل هزي المدخات ايه مش خراطيم ده مدخات ضخمة وكان لها وصفات معينة فادي مشاكل عملياتية بلغة التعقيد تم عمل حل غير تقليدي لها يعني بعد الكمبلة نوية بقت مدخة مية وصفات عارف الحريك بتقوله ده وفعلا ملوش تفسير غير انه توفيق من الله سبحانه وتعالى انه هل احنا كان عندنا بس هم أخدوا بالأسباب هل كان عندنا بالضبط بس هل كان عندنا مثلا عملنا حاجة شابة خط برليف فاستخدمنا المدخات دي عليه لا خط برليف ده اقتحام ثالث ده كل ده عسل فيه ناس بتقول اقتحموا خط برليف بمدخات الماء لا الساتر الترابي هو اللي تم اقتحام وده خط برليف ده ليه اقتحام ثالث تاني مختلف القناة نفسها ليه اقتحام عشان كده بولي يا حضرات تلت اقتحامات عشان لما هتخش على النت الطبيعي نت هتلاقي فيه بعض المواقع وده أمر متوقع بيقليله من الموضات مش قصة باية مش تقليل لا لا مواقع أجنبية يعني خلينا نكلم هل متوقع ان الاسرائيل يكسر المواطن الاسرائيل لسه محضرش الحرب دي ويقول عاملين ثلاث اقتحامات ثلاث قد دفاعية ودفعين فيهم دم قلبنا في ست ساعات لا طبعا لازم حقول حاجة تاني طبعا عشان كده انا بقول حركة احنا بنقول ببساطة ونفسر دي علشان الشباب هو داخل عن نت يعرف ايه اللي حصل كل ستة اكتوبر كل عشرة رمضان يطلع المتحدث باسم جيش الدفاع بتاعهم ويقول ان النصر كان لنا ولو لا معرفش ايه كان ايه باي منطق يتحدث والاكاديميات العسكرية العالمية بتؤكد ده كان نصر مصري ونهاية الموضوع انه ان احنا خدنا الارض رغم ان احنا كنا داخلين عشرة كيلو متر بس ايه وخدنا الباقي بالمفاوضات وكل الدلائل بتؤكد هذا الامر يعني مش محتاجين صحيح طب حجته ايه انا برضو مش فاهم المنطق اولا هو خلينا نتكلم بصراحة شي ده امر متوقع ديقول كده هيكسر الاجال اللي طلع عيني عنده لازم هيجيب اي حاجة ويقولها ويدخمها وبيستند على عملية الصغرى ان عملية الصغرى هي عملية الصغرى انه هو تدخلت امريكا بشكل كبير جدا في استطلاع استراتيجي بطائرات امريكية الاسر 71 استطيع الجامعة بالكامل يدهم هذي المعلومات عملهم الجسر جوي يو بحر ينقل عمل جيش تاني للجيش الاسرائيلي فهما استطعتهم اجابها ويدهم للسلاح اللي يخشوا به فدخل ما بين الجيشين بعدد من الدبابات وقدر يعبر القناة الناحية التانية لما عبر الناحية التانية لا قدر يخش الاسماعيلية ولا قدر يخش سويس اتدمروا في السويس واصبحت 24 اكتوبر عيد السويس القومي اللي هو اتدمر قوة كبيرة جدا من اللي دخلت جوه السويس فاصبح المجموعة دي موجودة في الغرب لا قدر تخش اي مدينة ولا قدر ترجع وخط الامداد كبير جدا بينها وبين اسرائيل حتى اللي بيتعور اللي بيحصل له حاجة نعم واتعملت خطة ضخمة جدا اسمها الخطة الشامل عشان تصفيتش تصغرب الكامل ودي كانت حتبقى مصيبة للجيش الاسرائيل هو بيقول دايما ان احنا كنا على موعدة كيلومترات قليلة من العاصمة القاهرة ونسي كل خط الدفاع طيب ازاي تناسى كل دا ويمسك حالك في الاعلام ايه بجيب نقطة في الحدث ودخامها جدا وديها مساحة اعلامية جبيرة جدا بحيث انها تضغى على كل الحدث وده اللي بيتم فانا عشان كده بقول لحرورتك خلينا نشرح الحدث في مكانه الزمني ونوصفه مظبوط وبعدين ندخله في مجمع للحدث الاكبر وجي الوزير خارجي الأمريك في هذا الوقت هيناري كيسنجر وطلب من ايه السادات انه ما تدمرش الصغرة كانت حتتدمر واحنا حنوقف معاكو وحنساعد في موضوع السلام والمفاوضات وده فعلا اللي تم انت في اسرائيل بتجيب قوة وتنسحب بها تاني هذه القوة كان وضعها في منتهى الصعوبة واصبحت رهينة في أي دلقاط المساحة المصرية لا قادر يرجع ولا قادر يخش اي مدينة من المدن وبعدين يقول لك في مدن ما تتحصرش اذا كان انت ما قادرتش تخش السويس هتخش القاهرة المدينة اللي هتخشها مش تطلع منها مصدقا لكده شوف الحرب في اوكرانيا الجيش الروسي اش قادر يخش المدن المدن قاتلت القوات التقليدية اذا كان هو فشل في تخول السويس وفشل في تخول السماعيلية هتخش القاهرة ازاي وكان القوات الجوية والصعقة الحقيقة كانوا ليل نهار بيدربوهم وبيحدث فيهم خسار كبيرة جدا فكانت معنويات الجنود الاسرائيليين في الارض اضافة لانها فيه خطة كاملة هتحصف في الصغرى بالكامل امريكا رازنا طبعا الكلام ده وقالوا له لانه هتدمر سلاح امريكا على الارض سمعة سلاح الامريكي هتبقى في الحضيد ولان تقبل امريكا انها يتم الكلام ده سلاح امريكي يتدمر بهذه الكسافة على الارض وحتصفي الجيش الاسرائيلي تقريبا وبالتالي كان قرار من قرار السادات الله يرحمه صحيح ان سمهم يرجعوا وانت هتكون رائعي للسلام ودي نقطة ان انا اللي كان بيدعم اسرائيل اللي هي امريكا وضد مصر ان انا اخدها رائعي للسلام وتدغط على اسرائيل في السلام وانه يمضو وتبقى رائعي لهذا الموضوع ده انا شاف ده احتراف لما اننا نتكلم عن السلام لماذا وقعت نصر اتفاقية السلام برغم انتصارها دي نقطة سؤال مهم وحتلقي منتشر على نت لما انتم منتصرين انتصار ده وثلاث اقتحامات ليه ليه رحت ووقفت واطلق النار دخول امريكا في الحرب بشكل واضح طبعا والرئيس ستات قالها في خطب الحقيقة انا بحاربش اسرائيل انا بقالي عشرة ايام بحارب امريكا واسرائيل وكان المخطط ان يتم تدمير اي قوات مسلحة مصرية ومعدتها اللي عدت وانت كده كده هتقعد على طبس المفاوضات تفرق كتير انك تقعد على طبس المفاوضات وانت قوات مسلحة اسلحتها مدمرة او قوات مسلحة اسلحتها قوية وجهزة ان لو فشل السلام والمفاوضات انا هكمل الحرب ورئيس سيدة فطن للحتة دي وعلى فكرة تحيلوا عليه خمس مرات وقف ونطلق النار قبل وقف ونطلق النار المرة الاستدسة مهمة اوين النقطة دي بقى لأ اضحلنا خمس مرات بعتوله السفير الروسي بعتوله بعد كده رئيس الوزراء ايسف كان ساعدتها تحادس في التي ورئيس الوزراء تحادس في التي والسفير الانجليزي وخمس مرات من اتجاهات مختلفة في العالم انه يقبلوا اطلاق النار وامكمت لقيت لما فطن انه هو فيه جسر بحري وجوي ضخم بعملونه جيش تاني تقريبا فيه على فكرة في بداية الحرب اتشكلت لجنة في امريكا انا دي وسائق امريكية اسمها Washington Special Action Group يرأس الرئيس الامريكي نيكسون ومعه كل مجلس الامني القوم الامريكي بيدير العمليات لصالح اسرائيل من امريكا فاحنا كنا بنواجه امريكا كإدارة عمليات وكتسريح وكاستطلاع وكفكر عسكري وفطن الرئيس السادات لهذه النقطة فيه اربع اسئلة مهمين قبل ما حد يحارب ماتا ستحارب كيف ستحارب سؤالين اللي جايين بقى دول مهمة الهمية ماتا وكيف ستتوقف على الحرب بسروطك انت لو طال زمن الحرب انت بتخسر شاف سنة بيحاربوا بعض في اوكرانيا وبالتالي الرئيس السادات والقادة العسكريين اللي كانوا معاها قادة محترفين عارفين الاجابة على الاربع اسئلة دول قبل ما يروح ويخش العمل العسكري ويكمل فيه ده احتراف في العلم العسكري سؤال برضو منتشر على السوشيال ميديا الجيش المصري دخل واخدخل خد عشرة كيلو بس رغم انه كان ممكن يخش لغاية العاصمة تل ابيب وكانت قدام الفرصة لكنه توقف عن القتال اللي حصل ان التلات اقتحامات وام من التلات اقتحامات ورؤوس الكباري بعشر خمسشار كيلو في شرق القناة وبالتالي دخلت امريكا الحرب دخول امريكا الحرب ده فيه طيرات استطلاع امريكية جاية طيرة من امريكا لغاية الجبهة وصوارق جبهة ورجوع تاني يا عايز ايه اكتر من كتر الجسر الاستراتيجي اللي نقلوا طيرات قوات جوية امريكية ما كانش حتى عندهم معدات لتفريغ الطيرات في اسرائيل حطين معدات التفريغ في الطيرات الامريكية بنقلوا نقل عمليات يعني كل تلات اربع طيرات معاهم مجموعة العمليات تنزل على الجاب على طول احنا كنا من حرب امريكا وده قالوا بصراحة رئيسة داد وبالتالي متى وكيف ستتوقف الحرب والقائد بقى المحترف يعرف يستخدم مختلف انواع القوة انا عايز ارضي كسرت نزلية الامن الاسرائيلية بالعمل العسكري قوة الصلبة بعد كده اعادت معاهم في المفاوضات وخدت بقيت ارضي بالقوة النعمة اللي هي المفاوضات على فكرة المسج بين القويتين دول بيسموه دلوقتي مؤخرا في امريكا القوة الزكية وقفلت الباب من بابه يعني النهار ده انا كممكن اغلب في الجولة دي ومتبقاش دي الجولة الأخيرة هتستمر بحالة الحرب باستمرار دي بيسموها دلوقتي القوة الزكية اللي قالوا في الالفنات لسه انا برد المصطلح الى اهله ان الاستخدم القوة الزكية باحتراف الرئيس داته المصريين وهو العمل العسكري الواضح القوة الصلبة المفاوضات ويا القوة النعمة المسج المحترف بينهم يبقى القوة الزكية وبالتالي احنا وصلنا للمفهوم ده باحتراف وطبقناه في السبعينات قبل ما يطلع في جامعة هارفرد ويطلع في اي حتة في امريكا فلازم نعرض الموضوع في صورته الاكاديمية البسيطة الشعارات مهمة والعبارات الحماسية مهمة بس مش هتفهمها لكن الواقع كان ايه انت كان معك سلاح عامل ازاي وهو سلاحه فلازم نفهم بصورة اكاديمية بسيطة لان النصر ان احنا نحتفل باشعارات حماسية انا مش بقلل منها والله بس اشرح اللي حصل بصورة اكاديمية بسيطة طب حضرتك في الاكاديمية بتدرس دروس المستفادة من ذكرى العشن برمضان ايه يعني لو فيه كده خلينا نقول نقاط نتكلم فيها يعني فيه حقيقة مسأل محترم قوي يعني ان انتصر وجيل المحترم وجيل العلم الاجيال اللي وراه كمان عمل ثلاث بطلاط يعني اعداد الكوات بصراحة الحرب دي بطولة الحرب بطولة نقل الخبرة للاجيال اللي وراه دي بطولة نقلوا بصورة محترفة للاجيال اللي وراه في حد يقولك طب دول انا مكرن هما جيل في المنتهى الاحتراف خلاص الحرب بخلصة طب أنا أستفيد إيه؟ أولا أول استفادة أن التهديدات والتحديات اللي بتواجه الدول لا تنتهي وده طبيعة الحياة أشكالها بتختلف فأنت ما تقلقش لما تلاقي التحديات والتهديات بتواجه دولة مصرية هنواجه هنواجه وأي دولة في العالم خاصة المنطقة اللي احنا عايشين فيها لأنها قلب العالم فيها مصادر الطاقة وفيها الممرات الملاحية وفيها كل حاجة وبالتالي لازم هنواجه تهديات وتهديات لا تقلق من النقطة دي الحاجة التانية لأن أجددك وأبقك ما قلقوش دور على حلول غير تقليدية للمشاكل بلاغة التعقيم وإحنا محترفين في الحتة دي ما تقفش ما تقفش وبالمناسبة كان قبل 93 في كل مشاكل التومين موجودة بالكامل بصورة يعني صعبة جدا وضاغطة جدا على المواطن بصورة والله العظيم ما كناش بنلاقي الحاجة تكاتف كلمني عن تكاتف الشعب المصري في الست سنين إزاي ربطنا الحزاب إزاي كنا بندي حاجة اسمها معاونة السلاح ومعاونة الجيش إزاي المصري ما كانش عنده رفاهية العيش ورغم كده كنا عايز أقول حريطك هتروحوا المعنى وارتفع إزاي ما سرقش مصري واحد ولم تسجل أقسام الشرطة حالي سرق واحدة أثناء المعركة كان في جملة كده واضحة الجيش والشعب كانوا يواجهين لعملة ذهبية واحدة تحركوا مع بعض فكان الحقيقة أثناء التعلاد الحرب كان بيبنوا ما مرات في القواعد الجوية ودوشم وفي الدفاع الجوي منصات ثواريخ اللي كان بيبنيها الشركات المؤولات المدنية وكان أثناء ما بيبنوا بيتضربوا من الطارات الإسرائيلية بستوش المدينة جنب عسكرية كان الحقيقة الشعب المصري محدش اشتكى أن فيه ضغوط من المواد التموينية لأن كل الفلوس كانت دخلة على شراء السلاح والزخيرة ولا حد كان بيشتكوا ولا كان فرق معانا خالص وبالتالي خلي بالك اللي بتحارب الدولة كلها لكن يوم العام العسكري الكوات مسلحة فالمواطن بيحارب وبيواجه عشان كده أرجع تاني أقول الدرس المستفاد أن احنا خلينا واجهين لعملة ذهبية واحدة ده على مر السنين المقاتل المصري ده مربية أم مصري وأبو مصري الجيش المصري شريحة رأسية من الشعب المصري احنا مش منفصلين عن بعض عشان كده بيحاول لساعات يضربوا العلاقة دي وهي علاقة أزلية يعني لها أسرارها النقطة الثانية أننا ما ألقش من أي تهديد ما خافش طب حتقولي 73 طب ارجع لـ 1798 الحملة الفرنسية على مصر ما كانش فيه جيش اللي قصر الحملة الفرنسية وطردها المدنيين في ثلاث سنين دول حوالينا 130 سنة أو 132 سنة والتطار وهولاك وعنجلوت دخلنا في تهديد كثيرا كلمنا عن الحملة الفرنسية أن المدنيين في ثلاث سنين ما كانش فيه بقايا المملك ونهزة ومفق المعركة من حملة فرنسية تخيالي حملة فرنسية من دولة عظمة زي فرنسا كانت أكبر من أمريكا كقوة عسكرية الطبيعي أنها تحتل الدولة بالكامل ودول حوالينا احتلتهم 132 سنة إحنا كم سنة؟ 3 سنين كسر إرادة وطرد من اللي عمل كده؟ المدنيين طب كان هم إيه اللي يمتلكوه؟ كان فيه تعليم؟ لا كان فيه ثقافة وكان فيه مطار أساسا طب كان فيه أكل وصرب ويعني رفاهية وكلام من ده وبتاع طب كان فيه وعي وكانش فيه كهرب عشان تقول لي فيه ميكروفوناتة وفيه حاجة ما الذي كان يمتلكو المدنيين المصريين 1798 عشان يكسر دولة عظمى ويطردها في ثلاث سنين وغيره في 130 ومئة 2 مجراتين على إمام الله والوطن يعني ما هو متقارن؟ ما هو ما ندرس التاريخ بالشكل ده وغيرهم كتير ودايما التاريخ بيعيد نفسه والمصري دايما قادر أنه هو يعمل ده شكري قوله هم كل حاجة يكسر من أول عنجلوت إزاي الهلاك والتاتار اللي قدروا أنهم ده بكواس أنت بذكر يعني قدروا أنهم يأخذوا العالم كله جمعا ده المصريين كسروهم كذلك الحالة الفرنسية كذلك المصريين درس قاسي جدا أنا سعيد بالتاريخ اللي أنت بتسترده بالشكل ده لأنه هو لو حطيت عن كل نقطة كل حدث نقطة وخدت بياني حتلاقي ده إرادة المصريين سموها القاهرة على أي حال أنت الحديث محرك ممتع شكرا والدروس المستفادة ما أكثرها من ذكرى العاشر من رمضان ما أعتقدش أنه فيه يعني درس تجلى فيه عبقرية المصري زي ده ده ما بنقول المصري لو فكر برا الصندوق لو ركز هيبقى أحسن واحد في الدنيا صلاح زويل نجيب محفوظ المصريين في أكتوبر التاريخ كله التحديات اللي احنا بنواجهها دلوقتي لما تقارنها باللي فات تطلع دي يعني يعني بسيطة يعني